السلام عليكم أسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير أساكم من عوادة وإن شاء الله الحال يتغير للأفضل والأحسن ما بقت أيام قليلة تحديدا يوم 5 من شهر آبل يصمت صمت وسامسونج تعلن عن الجهاز الأقوى والأفضل وجنرال عالم الأندرويد الجالكسي نوت 20 ألترا بلضافة لمجموعة من المنتجات راح يتم الإعلان عليها خلال هذا الحدث أهمها الجالكسي فولد الجيل الثاني وكذلك التاب S7 بلاس بلضافة للساعة والسموع الأحدث من سامسونج خلال هذه الفترة الطويلة ماكوش هاردة واردة تخص الجنرال إلا وجبناها وخليناها بين إيديكم وآخرها الجالكسي نوت 20 العادي لكن اليوم راح نتكلم عن آخر الحلقات المفقودة واللي صاحبها كثير من الشكوك حول قدرة وقوة الجنرال الجالكسي نوت 20 ألترا إلا وهو المعالج هل راح يكون بمعالج لكولكم سناب دراجون 865 بلاس أم راح يكون بمعالج سامسونج الأكزينو 690 اللي شفناه وعائلة الأس 20 ألترا والأس 20 بلاس كل هذا وأكثر راح نسولد بنيوم بلضافة لأسعار النسخة اللي سربت من مصادر موثوقة كذلك ببعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالجنرال نوت 20 ألترا وظلوا إياي أنا محمد من قناة تكتاين وهنا بيكم فيديو اليوم ونبدأ أخبارنا عن المعالج اللي أثاري لكثير من الشكوك حول الفروقات الكبيرة بالنسخة اللي كولكم بسناب دراجون 865 بلاس الأحدث اللي راح ينزل بأسواق أمريكا والصين وبالنسخة الأكزينوس اللي راح توصل لأسواقنا وأسواق أوروبا وتكلمنا بأدت فيديوهات سابقة أن نسخة الأكزينوس 990 مو بقوة وداء السناب دراجون 865 وكفة جوة كبيرة بينهم فما بالكم بالمعالج الأحدث للسناب دراجون 865 بلاس ليتفوق على نظيرة بلداء بحوالي 20% هذه الاختيارات سببت شكوكو على ما تستفهم كثير على قدرة قوة الجنرال خصوصا في أسواقنا تصويت سوينا المتابعين القناة طرحنا من خلال السؤال هل راح تشترون النوت 20 ألترا بمعالج الأكزينوس 990 أم لا؟ كانت نتيجة التصويت كبيرة ومتوقعة فمن أصل 9000 شخص صوت على هذا الاستفتاء 20% منهم صوت بنعم يشتري هذا الجهاز وكثير من التقنيين والمحللين والخبراء شنه هجوم قوي على سامسونج حول المعالج وقدرة على المنافسة مع معالج كوالكم وفجأة يظهر لنا خبر حلو في الأيام القليلة الماضية يخص معالج سامسونج الأكزينوس هذا الخبر يوضح أن سامسونج ما راح تستخدم نفس نسخة الأكزينوس 990 لموجودة بعالة الأيس 20 بل راح يكون نسخة يطلق عليها الأكزينوس 990 بلاس نسخة محسنة بدرجة قريبة أو تضاهي معالج السناب دراجون 865 بلاس وسامسونج قامت بتغييرات كبيرة لتحسين إدارة الحرارة وكفاءة الطاقة والأداء العام في المعالج هذا الخبر سمعناه من شخص ما معروف من قبل بتسريبات وأخبار سامسونج لكنه بنتائج مفاجأة تسربت اليوم على منصة الاختبار الجيكبينج لاختبار الأداء رصدت النوت 20 ألترا وبحسب النتائج التي ظهرت توضح أن اختبار أحادي النواة أو السنجل كور حصل على 928 نقطة أما المولتي كور أو اختبار متعدد الأنوية فحصل على 2721 نقطة وهذه الأرقام بالضبط متساوية مع الأس 20 ألترا اللي يعمل بمعالج الأكزينوس 990 وقال بكثير من الأداء اللي موجود بمعالج كوالكوم السناب دراجون 865 بلاس زين وين الصدق هسه؟ اختلطت الأوراق عنينا وعليكم بس بعد ما شفت هذه النتائج أستبعد وبقوة أن يكون الأكزينوس منافسة للكوالكوم 865 بلاس لا من قريب ولا من بعيد ويكون خيبة أمل كبيرة مثل مثل الأجهال السابقة وتكمل الأخبارنا المتعلقة بالنوت 20 ألترا فالنوت 20 ألترا وبحسب موقع الوين فيوتر رح يكون بشاشة دايناميك أمولود بمقاس 6.9 إنج وبدقة الكوات احتي بلس وبرفرة شرية 120 هيرتز وبثقب الكاميرا تس يالفي بقوة 10 ميجابيكسل ويضا النوت 20 ألترا رح يكون أول جهاز بالعالم يستخدم طبقة الحماية الأحدث من كورنجوريلا كلاس الفيكتوس ليشرحنا في فيديو سابق ميزات هذه الطبقة ليحب يشوف الفيديو ظاهر أمامكم بالبطاقة الألوية أيضاً تسربت أخبار متعلقة بالكاميرات فعندك ثلاث كاميرات بالظهر الأساسية بقوة 108 ميجابيكسل وكاميرا اللي ترواده بقوة 12 ميجابيكسل وعدس تيلي فوتو توفر لك تقريب أوبتيكل أو بصري 5X وتقريب رقمي 50X وبقدرة تصوير الفيديوات عند الـ 8K أيضاً الجهاز رح يعمل بنظام الـ Android 10 وواجهة سامسونج الأحدث الـ One UI 2.5 مع خدمة الألعاب السحابية الـ Project X Cloud ورح يكون بإمكان مالكين نوت 20 الوصول إلى 90 لعبة من خلال خدمة الـ Xbox Game Pass أيضاً تسربت أسعار سلسلة النوت من مصدر مشهور ومقرب من سامسونج الـ Galaxy Club وبحسب هذا المصدر فإن سامسونج رح يتبيع نسخة النوت 20 العادي بسعر 949 يورو بالضبط مثل النوت 10 العادي اللي نزل بالعام الماضي أما نسخة النوت 20 العادي لـ 5G فرح تبدأ بسعر 1049 يورو أما الجنرال النوت 20 Ultra فرح يبدأ بسعر 1299 يورو هذه الأسعار موجهة الأسواق هولندا اللي رح يكون بيها المعالج الأكزينوس لكن حتى تتوضح لكم الصورة أكثر على الأسعار الـ S20 Ultra نزل بـ هولندا بسعر 1349 يورو يعني فرق بـ 50 يورو بين النوت 20 Ultra والـ S20 Ultra أيضاً سامسونج رح تبيع نسخة متعددة في أسواق محدودة يعني لموعدة 5G مثلاً فالتكلفة رح تكون أقل أما في أسواقنا العربية فأتوقع أن تكون نسخة النوت 20 Ultra رح تكلف جابك 1100 دولار مع وجود هدايا طبعاً لتخفف من السعر المرتفع لهذه الأجهزة أنتو شن أرأيكم أصدقائي بأخبار اليوم؟ وهل فعلاً سامسونج تفعلها وتسوي نسخة محسنة؟ والضاهي نسخة لـ Qualcomm شاركونا رأيكم بصندوق التعليقات نلتقى إن شاء الله بالفيديو القادم وعفكم في أمان الله